عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لاستعراض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات البترولية وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف لتوفير التمويل المطلوب من احتياجات قطاع البترول حتى نهاية العام المالي الحالي مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتناول الاجتماع استعراض اجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج وكذلك استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الانتاج الجديد من الغاز بحيث تستخدم عائدتها في سداد المستحقات المطلوبة بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الانتاج الجديد من الغاز وفقا للنموذج الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر شكرا